اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخيلة جميع المتابعين في الأردن نهارة اليوم تراجعت قليلا من حدة الأجواء الحارة لكن كان التقص حار نسبيا في أغلب مناطق المملكة خلال الليلة القادمة تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء مائلة البرودة خاصة خلال ساعة الليلة المتأخرة مع بداية تأثر المملكة تدريجيا بكتلة هوائية مع تدريجة الحرارة تسداد تأثيراتها خلال اليومين القادمين تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه الخريطة لتوزيع درجات الحرارة السطحية اعتبارها من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد يوم الجمعة انخفضت تنخف الدرجات الحرارة بشكل أو تتراجع حدة الأجواء الحارة في عمو مناطق المملكة مقارنة بيوم أمس مع اقتراب لكتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط ليلا تنخف الدرجات الحرارة لتسود أجواء مائلة للبرودة لكن خلال ساعة نهار يوم السبت تسجل درجات الحرارة المزيد من الانخفاض لتكون أقل من معدلاتها المتلال الوقت من العام لأول مرة منذ بداية فصل الربيع درجات الحرارة تكون ما بين بداية ومنتصف العشرينيات في المناطق الجبلية العالية بينما تكون في بداية الثلاثينيات في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة ليلا تنخف الدرجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبيا خاصة فوق القمام الجبلية العالية منطقة الشرع حيث درجات الحرارة ستلامس لعشر درجات مئوية فقط خلال ساعات الصباح الباكر هذه الأجواء الباردة نسبيا تترافق أيضا مع ارتفاع في نسبة رطوبة السطحية وتتشكل الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح الباكر يوم الأحد بأن الله تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت العام يستمر الطقس الربيعي معتدل خلال ساعة النهار لكن خلال ساعة الليل تعود درجات الحرارة تنخفض ويسود طقس بارد نسبيا ورطب وتتشكل الغيوم المنخفضة توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تنخفض درجات الحرارة تسجل 16 درجة مئوية فقط مع تفرق لبعض الغيوم المنخفضة الملموسة 16 رطوبة مرتفعة والرياح تكون معتدلة أسرع بالنسبة لتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة يوم السبت 23 درجة مئوية كحرارة عظمه بالثلاث تقس ربيعي معتدل خلال ساعات النهار لاقي الساعة الليل يصبح تقس بارد نسبيا ورطب بشكل عام يوم الأحد تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاته مثل هذا الوقت من العام تقس ربيعي معتدل خلال ساعة النهار 24 درجة مئوية كحرارة عظمه أم الصغرى 15 درجة مئوية يوم الأثنين ترتفع قليلا لك تبقى أقل من معدلاته مثل هذا الوقت من العام مع تفرق لبعض الغيوم 25 درجة مئوية كحرارة عظمه أم الصغرى 16 درجة مئوية شكرا على المتابعة وإلى اللقاء بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرس سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة